من البصرة الى بغداد تستائر الحرائق لكن اكثرها اثارة للغرابة هو حريق وزارة الصحة العراقية الذي ظل حتى اخماده من قبل فريق الدفاع المدني متضارب المعلومات حتى في المواقع الاخبارية الحكومية اولى حرائق اليوم كانت في مجمع سكني من كرفانات لموظفي شركة الحديد والصلب في خورزبير بمحافظة البصرة اذا اتى على سبعة دور متلاصقة وتم اخماده من دون خسائر بشرية اما الحريق الثاني فكان في مخزن للحبوب البلاستيكية سريعة وشديدة الاشتعال في منطقة عويريج الصناعية جنوبي بغداد اذ لم يتم اخماده الا بمشاركة ثمانية عشرة فرقة من الدفاع المدني لمنع انتشاره الى المخازن القريبة الاخرى وقبل ان ينتهي الدوام الرسمي تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع داخل غرفة المحامين داخل محكمة بداءة البيع ومنعت امتداد النيران داخل اروقة المحكمة لكن حريق الطابق الرابع في مبنى وزارة الصحة الذي يضم الدائرة المالية والادارية وقسم العقود يبقى الاكثر اهمية كونه حدث في اعقاب استقالة وزير الصحة على خلفية ترد الخدمات الصحية وحريق مستشفى بن الخطيب لعزل المصابين بفيروس كورونا وبالرغم من تمكن فرق الدفاع المدني التي هرعت الى مكان الحادث من اخماد الحريق الا ان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر اعلن عن ان الجهات المختصة في الوزارة فتحت تحقيقا للوقوف على اسباب الحريق ولم يعرف حتى الان حجم الخسائر المادية التي طالت الطابق الرابع وتحديدا الملفات المهمة الا ان تصريح الناطق الرسمي وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق طبقا لتقرير خبير الادلة الجنائية ليطرح السؤال هل سيقيد ضد مجهول ويتم طمطمط القضية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة